موسيقى السلام عليكم اليوم راح ناخد unit 8 صفحة 62 does and don't does معناها do أو does هنا فيها not n-o-t هذي اختصار لnot فنقول don't أو doesn't الخط هذا have got to قاعدة have to معناها يجب أن أو لازم should نفس الشي بس تستخدم للنصيحة و must must معناها ينبغي أو لازم words that go together الكلمات اللي تيجي مع بعض ask the doctors عند الدكاترة starter what's true for you ايش الصح لك make sentence about your life اعمل جمل عن حياتك بسخدام have to يجب أن I don't have to يجب ألا get up early every morning أنا أصحى كل يوم الصباح فنقول I have to get up early every morning pay bills هنا أدفع الفواتير go to school أروح للمدرسة work at the weekend أعمل في نهاية الأسبوع do the house work واجبات المنزل فقرة هنا work work have got to أنا كتبتها هنا نستخدمها معنى هي الالتزام معناها التزام أني أنا لازم أسوي هذا الشيء أو يجب علي أن نعمل هذا الشيء نستخدمها عشان نبين أنه من الضروري عمل الشيء يعني لازم نسوي فهنا have to يكون القرار جاي من الخارج مثلا من الإدارة يعني من شيء أعلى مني يلزمني أني أسوي هذا الشيء فأنا لازم أسوي فهنا هذا فقرة listening فقرة الأولى فقرة اثنين complete the sentence from the interview with words from the books don't have to هنا يجب ألا هنا يجب أن هذه الها الماضي من الها كلمة الماضي منها تصير يعني أنا يجب أن لكن في زمن الماضي do you have to هنا هل يجب أن سؤال هذي فيها do you هنا didn't have to هنا نفي بما أنا فيها كلمة didn't يعني يجب ألا أعمل هذا الشيء أو ما عملت هذا الشيء فقرة one one I have to work very long hours يعني أنا يجب أن أعمل لساعات طويلة جدا do you have to do you have to work at the weekend هل يجب عليك أنك تعمل في نهاية الأسبوع نجي هنا نقول مثلا هنا does he have to ممكن نستخدم كلمة does he have to هنا I don't have to أنا يجب ألا do the washing up we had to learn the basics هنا بالماضي جد we had يعني إحنا يجب لكن في زمن الماضي طيب هنا I didn't have to wait too long to get a job أنا يعني يجب ألا أنتظر طويلا أو وقت طويل عشان أحصل على عمل يقول لي change the sentence using he طيب نقدر نقول he has to work very long hours مثلا هنا هنا زي ما قلنا نقدر نقول does he بما أن do تاخد the you هنا does تاخد the he هنا I قال لي بدليه أحطي بدلها he فنحط he doesn't هنا نقدر نقول he had بس نغير الضمير نشيل we ونحط he هنا I أشيلها وأحط he فأقول he didn't he didn't leave to بس تشيله الضمير بس يتغير هنا doesn't تكون مع اله والش والش مع باقي الضمار نشوف القاعدة grammar spot قاعدة فيها ثلاث فقرات الفقرة الأولى يقول لي have have got can express positions or an action يقول لي هنا كلمة express معناها للتعبير positions الملكية ممكن يقول لي هنا يعني نقدر نستخدمها للتعبير عن الملكية وعن العمل have مثلا نقول I have been أنا عندي قلم مثلا نقول لما أريد أني أسوي شيء يقول I have to go أنا يجب أن أذهب فتختلف استخدام have بعض الأحيان تجيني بمعنى ملكية يعني عندي بعض الأحيان تجيني بمعنى يجب أن لما نشوف بعدها كلمة to نعرف أن معناها التزام يجب أن أو لازم أني أسوي هذا الشيء ففي الفقرة الأولى هنا an action يعني عمل أو إجراء أو شيء أنا أسوي نستخدم لها في حاجتين يا تعبير عن ملكية أو عمل حاجة أنا أعملها I have my own flat هنا جتني بملكية أنا عندي شقة شقة خاصة بي we have got an exam tomorrow إحنا عندنا اختبار بكرة فهنا بالجملتين جتني بالملكية نشوف فقرة اثنين have مع have got infinitive express obligation obligation معناها التزام هنا يقول لي have got بعدين infinitive infinitive قلنا معناها يكون الفعل خالي بدون أي إضافة بالمصدر يعني بشكل الأساسي بدون ولا إضافة بدون ed بدون ing بدون s بدون to من نشوف كلمة infinitive يعني بدون ولا إضافة express قلنا معناها تعبير obligation التزام فهنا يقول لي التعبير عن الالتزام هذه have والhave got ندل على التعبير عن الالتزام مثلا هنا he has to work long hours هو يجب أن يعمل لساعات طويلة حطينا هاز عند الضمير he فالhe تاخد الهاز he والشي والإ تاخد الهاز وهنا i والwe والthey والyou تاخد اله هنا i've معناها i have got to go now يعني أنا يجب أن أذهب الآن buy هنا هذه استخدامها لتعبير عن التزام شيء أنا لازم أسوي وأمر جاني أو قرار جاني من الخارج يعني من الإدارة من شيء أعلى مني مو مني هذا القرار فلازم أسوي نشوف فقرة ثلاثة write the questions and negative يبغاني هنا أحط السؤال والنفي questions سؤال negative نفي I have to get up early أنا يجب أن أصحى مبكرا هنا نقول جتني هنا بمعنى التزام what time do you have to get up إيش الوقت اللي يجب أنك تصحى فيه I don't have to get up early هنا نفي النفي نحط don't don't have نجي هنا put the sentence in the past نحط الجمل في زمن الماضي yesterday كل ما دلت على الماضي I had احنا قلنا الماضي منها had I had to get up early شفتوا هذي فقر أربع يقول لي what are some of the other things Stephen has to do he has to work about eleven hours a day هو يعني يجب أنه يشتغل 11 ساعة في اليوم he has to work six days a week هو يعني يجب أو يشتغل في ستة أيام في الأسبوع he has to work on social hours he he has to wear white هو يجب أن يلبس أبيض he has to be very careful about hygiene هو يجب أن يكون حذر عن الهيجين يعني غسيل اليد بشكل معقم هنا practice فقرة ممارسة اللغة الإنجليزية pronunciation اللفظ أو النطق الفقرة واحد من نشوف هذه معناها listening هنا listen to these sentences what are the different pronunciation of have has had هنا one I can I have a good job أنا عندي عمل جيد هنا he has a nice car هو عند سيارة جيدة حلوة يعني nice I had a good time أنا عندي وقت جيد I have to work hard هنا اختلف أنا يجب أن أعمل بجد hard يعني بجد she has to get up early هي يجب أن تصحى مبكرا I have to take exams أنا يجب أن يعني أخذ الاختبار أو أختبر أعمل الاختبار الفقرات هذه جت بمعنى الملكية وهنا جت بمعنى الالتزام عشان نفرق بين الجمل هنا have to معناها التزام والضمير اللي يجي قصد الverb اللي يجي بعدها الفعل يكون بدون أي إضافة إذا لاحظوا كلمة work ما فيها ولا إضافة كلمة get كلمة take بدون أي إضافة فالملكية قصد الالتزام نقول I have to هذه شكلها have to وبعدها يكون خالي بدون أي إضافة الverb نيجي هنا للملكية لما شخص يملك شيء هنا إذا أحطوا في قبل الصفة عمل جيد صفة يعني سيارة حلوة وقت جيد هنا هذه الملكية ممكن تكون يعني تختلف بس هنا جتني في الجملة عشان نفرق بينهم فهنا to اللي تجي اللي معناها الالتزام أحط فيها كلمة to أو أشوف كلمة to have to هي تجي كذا مع بعض هنا put a if in front of the sentence according to the pronunciation below هنا has have had half has hate هنا البرانسياشن هذه اللفظ أنا موش أعطر فيها بس هي كذا نطقها هذه الحرف نطقها a كأن بين ال a وال e has have had كذا طريقة نطقها listen again and repeat رح يكون في الكلاس فقرة استماع نشوف اللي هنا فقرة اثنين jobs يتكلم عن الأعمال two work with a partner choose one of the jobs from the books but don't tell your partner ask and answer yes or no questions to find out what the job is هنا بين شخصين في الكلاس نحط سؤال وجواب يكون الجواب بس yes أو no هنا ask and answer yes or no يعني الجواب يكون yes أو لا ويقول لي هنا questions to find out what the job is عشان نحن نعرف ايش العمل يكون من الأعمال هذه الصور اللي هنا هذه صور الأشخاص كل واحد عمله رح نزل لكم ترجمت هذه الوظائف في صورة بعد هذه الفقرة فقرة هذي يقول do you هنا يبغاني اسأل do you وهنا do you have to work inside يعني هل عندك عمل داخل earn a lot of money تجمع الكثير من النقود work regular hours تعمل لساعات بانتظام do you have to هلا انت يجب wear a uniform uniform لبس الرسمي للعمل يعني كل عمل له لبس خاص في use your hands استخدم يديك answer the phone جاوب على الموبايل او ترد على الموبايل do you work inside yes i do no i don't بس يكون الجواب yes or no نسأل ويكون مثل هاد الطريقة لما اقول yes اقول i do لما اقول no اقول i don't فقرة ثلاثة which of the jobs wouldn't you like to do ايش اللي انت تحب او ودك انك تعمله او تشتغله why وليش هنا هنا i wouldn't like to be a farmer because they have to work outside all year هنا المزارع الفارمر فيقول انا يعني ما ودي اني اشتغل فارمر مزارع لان يشتغل طول السنة في الخارج هنا outside في الخارج طول السنة talking about you هنا الفقرة كلم عنك يعني talking about you كل طالبة وطالبة تتكلم عنها في السنة يقول لي هنا groups في group في class discuss the questions ناقش الاسئلة if you live at home with your partner use present tense لو كنت انت تريش مع والديك استخدم المضارع البسيط هنا present استخدم زمن المضارع if you have left home لو انت كنت خارج المنزل use the past tense استخدم زمن الماضي هنا i بعدين what في هنا do كلمة did do على المضارع والdid على الماضي you leave to do to help in the house what about your brothers and sister هنا يقول انك تساعد في المنزل و ايش كمان عن اختك اخوانك وخواتك هنا استخدم what نيجي هنا استخدم من الكان مع الكود يعني هل تستطيع هل بامكانك you stay out as long as you want or wanted هنا or do or did did you will have to be home by a curtain time هنا احنا نستخدم كان او الكود على حسب الزمن هنا do مع did do دل على المضارع did دل على الماضي do you always have to tell your partner where you are aware going يعني هل انت دائما هنا تخبر والديك انك راح تطلع للخارج تطلع برا هنا where you going ايش تعمل يعني هنا tell your partner where you going وين بتروح يعني فقر اربعة how هنا strict يعني نحن نختار are aware الاولى للمضارع الثانية للماضي your partners والديك what do or did they let you لانهم راح يخلوك يعني هنا what do or did you argue about صفحة 64 هنا problems نفسها should مع المص should والمص معناها ينبغي فرح ناخدهم الحين نتناقش قاعدتهم هنا فقرة one match the problems and suggestions الأحكام هنا on the right في الصح في اليمين what advice ايش هي النصيحة would you give طيب راح تاخدها يعني فقرة اتنين listen and complete the advice use the words from the box تخدم الكلمات اللي هنا فقرة واحد نقول I think you should يعني انا اعتقد انك يجب talk talk to your boss تتكلم لمديرك هنا جت تشد معنى انصحك انا اعتقد انك يجب جتك نصيحة يعني ان انا انصحك هنا you shouldn't انا لا انصح تشرب القهوة في الليل I don't think انا لا اعتقد you go on the boat trip next week هنا you I don't think you go you should هنا في كلمة should بعدين go هنا فقرة اربعة you must go to the dentist لدكتور الاسنان practice the conversation with a partner يقول لي هنا مارسي المحادثة مع والديك كلمة shouldn't وكلمة should شفتوا النفي فيها نحط بعد ال should نحط not هنا must وهنا don't think you should اختلف في عمل النفي فقرة ثلاثة give advice احطي نصيحة to your friends لاصدقائك I'm overweight انا وزنية يعني زايد عندي وزن زايد هنا I've got exams next week انا عندي اختبار الاسبوع القادن my cat ill هنا قطتي مريضة هنا I'm ill was arguing with my best friend it's my parents waiting anniversary anniversary soon my cars making a fun noise a funny noise يعني cars السيارة يعني سيارتي تعمل صوت يعني funny مضحك يعني ومسلي noisy noisy مزعج يعني فنعمل جمل عليها نشوف هنا شوفو problems I'm working 16 hours a day انا اعمل 16 ساعة في اليوم I can't sleep ما قدر انام I get seasick very easily seasick very easily انا يعني اكون مريضة لما هنا seasick يعني في البحر يعني لما اروح البحر امرض بسرعة او على طول يعني بسهولة هنا sea بحر sick I've had a triple tooth ache for a week هنا عنده الام في الاسنان tooth ache هنا الام في الاسنان الاقتراحات هنا don't drink coffee at night لا تشرب القهوة في الليل go to the dentist روح لي الدكتور الاسنان وعيادة الاسنان don't go on that boat trip next week لا تروح لي القارب البحر سبو القادم talk to your boss هنا كلم مديرك boss يعني المدير هنا grammar spot فقروان which sentence express a suggestions which sentence express strong obligation هنا suggestions الاختراح يقول لي ايش الجمل اللي الدل على الاقتراح وتعبر على الاقتراح وهنا اللي الدل على الالتزام هنا في جملتين you should go on a diet you must go to the doctors الاولى هي الدل على الاقتراح الثانية هي الدل على الالتزام must يعني يجب انت يجب هنا الشد احنا قلنا انصح الشخص او اقترح عليه الشي فمو ضروري يعني لكن المست هي الالتزام لازم الضرورية فقرة 2 should and must are model verb هدول من الافعال الناقصة الشد مع المست he must be careful هو يجب ان يكون حذر careful يعني حذر you shouldn't drive when you are tired انت يجب الا او وانصح انك ما تسوق لما تكون تعبان حطينا كلمة not بعد الشد what should she do ايش يعني تنصح انها تعمل او ايش يجب هي ان تعمل هنا الشد تجي معنا النصيحة او الاقتراح do we add s with he or she or it do we use do or does in the questions and negative نقول no no بس نحط not هنا ما نستخدم s هذي الاشياء المست وال have to وال ايش كمان should ما نحط لها ال s لما يكون عند الضمير he او she او it ما احط s لكلمة must ولا احط كلمة does او do ما احط بس في النفي احط not بعد هذي الموديل فقرة ثلاثة نحط كلمة don't think انا ما اعتقد هنا i don't think you should eat so much نحط كلمة not او النفي don't i don't فهذه هي القاعدة يقول لي make suggestions more يقول لي make suggestions more tentative يعني اجعل الاقتراحات انها تكون اكثر مؤقتة يعني الاقتراح يكون مؤقت له وقت يعني ان انا اقترح على الشخص شي practice grammar make sentence from the chart learn english do well in life keep fit هنا نقول فقرة واحد اللي ناسبة هنا نقول if you want to هنا one اقول you have to work hard لو ان كنت تاب تتعلم انجليزي تعمل بجد هنا if you want to learn english you have to work hard نقول do well in life نقول you don't have to بعدين نحط اثنين go to university يعني انت يجب ان لا تذهب للجامعة فقرة ثلاثة you should هنا يجب انت يجب ان او انصحك واقترح عليك فقرة ثري هنا نقول تشتري المترجم هنا فقرة اربعة you shouldn't اقول eat too money sweet يعني انا انصحك انك ما تاكل الحلة كثير هنا برضو نفسش speak your language in class تتكلم لغتك في الفصل انا ما انصحك او ما اشجحك انك تتكلم لغتك في الفصل هذه فقرة اربعة فهنا يعتمد الفقرات اللي نختارها على حسب you have to يجب ان you don't have to يجب الا you should يعني اقترح عليك هنا you shouldn't اقترح عليك انك ما تسوي هذا الشي هنا learn english هنا do well in life keep fit فقرة هذه اخر فقرة من الصفحة a trip to your country someone is coming to stay in your country for six months what advice can you give شخص رح يجي منطقتك او بلدك رح يجلس فيها 6 شهور ايش نصيحتك لهذا الشخص نقول you should bring summer clothes انت يجي منك تجي ملابس الصيفية you have to get a visa لازم تكون عندك visa you must try نكمل you have to have a passport لازم عندك يكون passport include advice about money documents clothes health commendation and food صفحة اللي بعدها صفحة 65 listening and speaking استماع وتحدث holidays in January الإجازات في January 1 do many people in your country go on holiday in winter where do they go where should you like to go for a winter holiday write a sentence and read it to the class means هل في أحد من الناس يروح الإجازة في فصل الشتاء هنا winter wein where where do they go where would you like to go for a winter holiday وين انك تتمنى تروح اجازة في فصل الشتاء هنا I'd like to go to بعدين نقول because هاد الفقرة في الجدول فقرة listening ما تروك يعني للطالب هنا يقولي weather and clothes things to do الأشياء اللي يعملها places to go الأماكن اللي يروحها food and drink الأكل والشراب سيلفيا فاطمة كارل answer the questions جاب على هذه الأسئلة which countries are they talking about how do you know look at the photographs which country do they go with who talked about sport which sport who talked about money what did he or she say who suggested going on a boat trip where which one which of these countries would you like to visit in January and why هنا فقرة speaking هاد اكثر تكون في الفلاس يعني فقرة speaking فقرة speaking وفقرة listening صفحة اللي بعتها صفحة 66 reading and speaking فقرة قراءة online advice نصيحة online هنا راح نقرأ على طول نبدأ بقراءة القطر andrew billyville ontario canada do i have to lost my all my friends i'm 17 I live 190 km from Toronto and I'm planning to go to university there next year. I've always wanted to go to university but I don't feel sure about it anymore. I have some really good friends here in Belleville and they are the most important thing in my life. Most of them are going to stay here and get jobs with local companies. Sometimes I think I should do the same. Why do I have to go to university? I don't think I will ever find friends like these again and I know I'll lose them if I leave. فقره نجاسون Liverpool, UK Must I be a slave to my mobile? I work for the IT department of a company near Liverpool. My boss have bought me a new company mobile phone which is great but he wants me to keep it on all the time so that he can contact me anywhere, anytime. I like my job but I also like so switch off from from it and I don't like the idea of always begin available. Also, I don't want to discuss work problems in public places. I hate it when other people do. فقره سي سمانتا سمانتا روم إيطالي أكثرها يعني كلمات أجنبية أو دول أجنبية What kind of diet should I go on? I'm Australian But I've lived in Rome for 15 years My problems My problem is that I'm overweight يعني مشكلة أني وزن زائد And yes It doesn't help that Italian food والأكل الإيطالي ما يساعد It's so wonderful I've been on their different diet in the last two years But they haven't really made a big difference to my weight They all seem to be work well in the beginning But then Things go down Downhill Again Can you Can anyone Tell me What diet they think I should go on? Reader's advice نصيحة نيجي هنا Diets are a waste of time الحمية الغدائية مضيعة للوقت هنا Waste of time ضيع الوقت There are lust of crash diets That help you loss weight quickly But they are not healthy And as soon as you return to eating normally and healthily The weight will soon come back to your normal diet at first And eat just a little less So that your body can slowly get used to it And exercise Then you can lose weight without worry about what you eat And feel great And feel great Jill, San Francisco, USA فقر اثنين I know how you feel أنا عرف كيف نكتشعر I was worried أنا كنت قلق About leaving my hometown To go to teacher training college But now It's difficult to imagine Finding new friends That will be as important To you As your old friends But it's likely that of all the people in the world The only ones I can be good friends Would live in my town Of course not You have a whole new life And some great new friendship waiting for you in Toronto Go for it Robert Kapp Town, South Africa Like you I've been on a few different diets But I have found one recently that works It's a no carbon hydrate Carbohydrate Diet so no bread or pasta And lust of high protein Low-fat foods Such as fish and chicken And water every day Believe it or not You can eat as much as you want If it's the right kind of food Simon, Kala, Malta فقر أربعة Why is Wyatt? You are not their slave They don't own you That outside of work You have your own private world And I totally agree about people having work Conversations in public On my train ride Home I want to be able to forget about work Not listen to other people's boring talking With talk with colleagues and customers Jerry, Bristol, UK 5 I think you are right to think again about your plans Why do so many people think to get a good job and have a career? Nobody in my family has been to university But we are all very successful Happy and well Of so And take your time before making a decision Chris, Perth, Australia أخر فقر أربعة أخر فقر أربعة تقول Your company and try to come to an arrangement Arrangement with them You should You could You could agree on times You could agree on times When you will turn it off And And for those times When they want you to Be a contractible A contactible Be a contactible You could ask For an extra payment That's what happens What happens Which with the doctors With the doctors for you Bell Aqueland New Zealand صفحة 68 رح ناخذ هاد صفحة 3 يقول لي Two nouns اسمين يعني Can go together ممكن يكونوا مع بعض There are no rules About spilling ما في قاعدة عن spilling هنا post office هدك horse race post office المكتب هنا هدك الصداع هذه كلمات تيجي مع بعض يعني يقول لي طيب هنا يقول لي the citrus التشديد هنا is huge ولعادة on the first word عادة في الكلمة الأولى مثلا هنا post office هدك فأشدد في الكلمة بدايتها March the nouns to make new words وصلي كلمات عشان تعطيني كلمة جديدة الكلمات هذه أصلا هي المركبة اللي تيجي كلمتين مع بعض مثلا post office تعطيني مصطلح واحد هنا alarm نقول alarm cook car فقرة 2 car park الموقف سيارات traffic معناها زحمة traffic light credit أربعة credit card البطاقة ice خمسة cream sun glasses sunglasses sunglasses النظارة time فقرة 7 time table 8 train هنا coat فقرة هذه أربعة فقرة استماع listen and check choose a word and give a definition to the class can they gus gus يعني يخمن هنا gus يعني يخمن the word الكلمات أو الكلمة you use it to pay for think a credit card that's right الفقرة هذه الفقرة و compliments get نروح للجوب يحصل على عمل 2 go to وين يروح university الجامعة هنا discuss يناقش problems المشاكل 4 go on 4 go on a diet يعني يعمل الحمية غدائية less يفقد 5 weight do يعمل exercise الرياضة والتمارين 7 have محادثة 8 take ياخد your time يعني وقت ياخد وقت واخد راحتك يعني اخر واحدة make 9 هنا decision اخر صفحة من الكتاب صفحة 69 everyday english and the doctors عند الدكتور زي ما احنا شايفين هذا حل الفقرة الجدول هنا flow هنا فهذه الحل نجي للفقرة اللي بعدها الفقرة هنا put the sentence in the correct order مرتبين هنا على حسب فقرتنا فنشوف هنا 1 I didn't feel very well انا ما اشعر جيدا يعني هنا he talk my temperature and examine me examine me after a few days بعد هنا بعد عدة ايام I started to feel bitter انا بدأت اني اشعر بشكل جيد I went to the surgery and saw the doctor انا رحت لي الجراحة وشفت الدكتور I went to the pharmacy انا كنت في الفارماسي الصيدة ليا paid for the prescription الوصفة ادفع للوصفة paid يعني دفعت هنا prescription معناها وصفة and got some antibiotic و يعني جبت المضادات الحيوية antibiotic I phoned the doctors انا كلمت الدكتور surgery دكتور الجراحة and made an appointment وعملت موعد appointment يعني موعد he told me I had an infection هو اخبر اني وقال لي انه عنده infection يعني عدوى عنده عدوى I explained انا وضحت what was wrong ايش كان الخطأ explained يعني وضحت او شرحت he gave me a prescription هو عطاني الوصفة اخر فقرة من الكتاب حس ان خطي هنا صاير مواضح فراح نزل الحل في بالكتابة يعني في ورقة لحالها او صفحة لحالها كتاب رح ناخدهم كلمة have to معناها يعني يجب ان او لازم اني اسوي هذا الشي هنا الفور شكل القاعدة يكون عندي has على حسب الضمير او have الhas تاخد i she he طيب هنا بعدين have بعدين two الhas تاخد we they you اوكي بعدين كلمة two بعدين يجي infinitive infinitive احنا قلنا معناها الفيرب الفعل يكون بدون اي اضافة بدون ed ing s بدون ولا شي حتى كلمة two ما احطها بعد infinitive نيجي هنا positive and negative هذه الضمائر زي ما قلت تاخد half لما نجي نحط not نقول don't لما نفي ها نقول don't have هذه الضمائر تاخد half بعدين doesn't شفتوا كيف هذه تاخد doesn't وهذه الضمائر تاخد don't بعدين نحط كلمة two بعدين work hard نكمل اذا لاحطوا الكلمة اللي بعد work ما فيها ولا اضافة لوح نيجي للسؤال do مع does نبدأ سؤال بالdo او does ونحط الضمائر المناسبة للdo مع does بعدين have two بعدين الجملة هادي او الفعل هنا يكون خالي بدون اي اضافة ونحط question mark نيجي لل short answer هنا do you have to wear a uniform yes I do هنا لما يكون جواب مختصر او مقتصر على yes or no نسمي short answer yes or no question يكون عندي yes او no هل انت تلبس ال uniform لبس الرسمي للعمل does he have to go now هل هو يعني يروح الحين يجب ان يروح الحين نقول هنا no he doesn't طيب فهذه الفقرة نيجي له هنا النوت ملاحظة يقول لي هنا the past tense في زمن الماضي يقول of have to is had الماضي منها زي ما قلت had طيب with did and didn't in the question and in the negative يقول مع did و didn't في ال question وال negative زي ما احنا شف نفس سؤال فوق يقول لي هنا I had go I had انا يعني يجب ان اصحى مبكرا هذا الصباح هنا حطينا I had نيجي هنا why did you have to work last week ليش انت يجب عملت الاسبوع الماضي هنا why did you have ليش كان يجب عليك انك تعمل الاسبوع الماضي فهنا حطينا did اذا لاحظنا كلمة did شفناها الفعل هنا يكون في الشكل الاساسي يعني ما نحط ه في الماضي did دل على الماضي لكن الverb يكون بالpresent ما نخليه بالماضي هذي قاعدة لما نشوف كلمة did في السؤال فالverb ما نحط ه بالماضي خلاص كلمة did تكيف انها يعني تدل على الماضي نيجي هنا يقول صفحة 131 الآن نجي للاستخدامات استخدام ال have يقول لي هنا have to اكسب رس strong obligation اكسب رس قلنا معناها التعبير strong قوي obligation التزام هنا الهاف تدل على الالتزام القوي التعبير على الالتزام القوي the obligation قلنا معناها الالتزام comes from outside من الخارج perhaps a law يعني ممكن من المحكمة rule من القاعدة او القانون at school في المدرسة قانون يعني مدرسي او قانون في العمل or someone in authority شخص له سلطة فنستخدم كلمة have to لما يجي القرار يعني او الالتزام من الخارج يعني زي ما قلنا من ادارة خارجية فنجي للكلمة اللي بعدها نجي لكلمة should زي ما قلنا معناها انا انصحك ويجب ان should بعدين infinitive without should ما يجي شي بعدها ما في اضافات بعدها اللهم ان الفعل بدون اي اضافة طيب نحط الضمار بعدين نقول should do more exercise هنا نقول shouldn't هنا في السؤال ابدأ بال should should I بعدين اكمل الجملة هنا do do you think I هل تعتقد ان بعدين هنا الضمار بعدين should see a doctor هذي طريقة السؤال short answer ابدأ بال should ابدأ بكلمة should ويكون هنا سؤالي او اجابة yes or no استخدام هيقول لي هنا هي تستخدم بالتعبيع عن speaker think is right or the best thing to do الشخص يعني الافضل انه يسوي هنا exibress mild obligation يقول لي هنا احنا قلنا كلمة obligation التزام هنا للتعبير عن الوسط او المايل زي مكتوب هنا or advice او النصيحة هنا I should do more work انا يعني اقترح او يعني يجب ان اسوي او اعمل more work عمل اكثر هنا this is my opinion هذا رأي يعني رأي الشخص المتكلم الشيء راجع للشخص المتكلم هنا do you think we should هل تعتقد ان احنا يجب ان stop here نوقف هنا I'm asking you for your opinion يعني هنا انا اسألك عن رأيك فكلمة should يعني استخدام ها معناها يجب ان او الالتزام ولكن على الشخص نفس المتكلم يعني هو اذا احب ان يسوي هذا الشيء او محاب صفحة 138 كلمة must كتبتها انا عندي معناها يجب ان او ينبغي ان الفورم حقها must بعدين infinitive without to هنا المصدر خالي بدون اي اضافة positive والnegative ضمائر كلها must او هنا نحط must not لما نجي نحط negative نحط must not مثل shouldn't و mustn't not بعد الشد وبعد المصد نجي هنا في السؤال نبدأ بالمصد او هنا عندي مثلا do i have to كتبتها عندي في ورقة فنكمل من ورقتي معناها يجب او ينبغي المصد infinitive without to لما نجي للنفي نحط must must not هي للتعبير عن التزام قوي وهذا القرار يكون من داخل الشخص يعني من شخص المتكلم مثلا يقول انا يجب اني اسوي هذا الشي يعني القرار داخلي من الشخص نفسه هنا تعبر عن الحكم او السلطة من الشخص المتكلم هو اللي يقول انا يجب اني اسوي هذا الشي او يجب اني ما اسوي هنا في ملاحظة يقولي لما نستخدم كلمة must لطلب مساعدة شخص ما كأني انا امر امر فهذه الكلمة او استخدام يعني يكون غلط يكون شديد فما نستخدمه فالافضل احنا نستخدم كلمات could you help me فغلط اني اقول must you help me وكأني امر الشخص هنا اقول could you help me هل بامكانك تساعدني فهذا اقتراح قوي هنا you must اقتراح قوي غلط اني اقول you must فاقول could you help me لما اطلب مساعدة من شخص